باركي نقول مبروك للشباب الله يبارك فيه اليوم عادي انك تفوز وتواصل في الصدارة لكن تفوز وانت يعني كان انك تعيد لنا سيناريو مباراة النصر سيطر تسجل اهداف تستمتع اشكال والوان حتى عملية دخول المهاجم الجديد ما حسينا انه مهاجم جديد كانو ضمن المجموعة صنع لكورة تهيه بشكل جيد للمباراة الجاية شوف انا قلت في مباراة النصر في البرنامج هنا قلت الشباب على هذا التكامل العناصري وعلى هذا الاداء اللي قدمه في مباراة النصر مع احترامي حاليا على الوضع الحالي لكل فرق الدوري لو واجه اي فريق يكسبه اه مباراة اليوم الشباب قدم الشيء اللي متوقع منه كما كان في مباراة النصر الاداء الفني القوي دفاع المنطقة المحكم البناء الهجوم المرتد بناء الهجمة يعني شوف قبل يسجل الشباب كان سيطرة كاملة يعني تشوف الشوت الأول بالذات حتى بعد الهدف بس بالذات النص ساعة الأولى حتى بعد الهدف الأول كان سيطرة كاملة يعني ما احترامي ما تحس ان الأهلي اليوم قادر يلعب كورة يعني مخنوق حتى بداية شوت ثاني لما لعب الأهلي وكان ما سك كورة أكثر شوف اللعب العرضي كيف في الأهلي ما في خطورة نادرة الخطورة تجي كان لعب عرضي تماما في النص طخ طيخ عرضي تروح قدام تنقطع صح بداية شوط الثاني البناء في الشباب ما كان يعني ممتاز بس كان يعني في عمل تكتيكي كبير الشباب تكلموا الاثنين الفنيين حتى هم اللي رجعوني للموضوع اليداري بابد الله يقول لك على خبثة أنا بلطفة وبقول أو يعني بعطيك الوجه الاخر انه في كارزما الشباب في كارزما لا رئيس تنعكس على المدرب تنعكس على اللاعبين شوف اتفق مع ابو عبد الله انه الرئيس عندك رزما عنده خبث كروي بكاء كروي لكن مش هذي فقط يعني كثير من رأسان دي ممكن يكون شوف في وسط الحوكمة والدعم والتطور الكبير اللي تشهد الرياضة في بلدنا اعتقد انه اي واحد عنده سمينار او عنده شيء عن ادارة كرة القدم يجب ان يكون الاستاذ العزيز والاخ خالد البلطان هو النموذج اللي يبنى عليه ما في شخص مالاخطاء كل شخص لها اخطاء لكن حتى في تدارك الاخطاء يعني الشباب حكينا مربح الزات ترى خلال موسم من شيلة مدرب لاعب خروج من العربية خروج من الكأس بس شوف كيف التدارك مهاجمه كويس بسرعة جاب مهاجم عالي جدا اليوم ما كنت حس ان الشباب كان يحتاجي للمهاجم العالي يعني معده الشباب فريق مكتمل عناصريا فنيا فريق فقيل ممكن يجيه هذات الدوري ما خلص ايضا في نقطة يقودة لاعب يعني كل اخوان حكوا عن بنيقة وفي التحليل ودقة التمرير ان ضربت المرمى هو اللي يستلم ويبنى هجمة رغم يتكتل الفريق الخصم الاهداف وتلقاه يعني يصنع يبدأ الهجمة ادوار كثيرة انا شبهة طبعا مع احترام الفارق الفني بين الاشخاص وبين المسابقتين لكن اشبه مرحلة بنيقة في الدوري السعودي بمرحلة مارادونا في الدوري الايطالي مع نابولي انا اعتقد انه بنيقة هو مارادونا الدوري السعودي جميل جاء قلب شكل فريق صحيح في عناصر كثير وفرت ما في شك لعيب على مستوى عالي فريق متكامل عمل اداري بحت لكن دائما الفرق تبني يعني كثير من الفرق تعتمد بنائها على ركيزة اساسية خصوصا في الوسط في المحور اللي يقدر يفك الافتكاك يهد الكورة يسرع الكورة فانا شبهة وقولها مرة ثانية بنيقة مارادونا الدوري السعودي في المرحلة الحالية مع طبعا اختلاف موسابقتين واللعبين لكن هو بالفعل يعني جاء نابولي في وضع عادي طلع معاه طلعة قوية مع دعم اداري كان هذا نفس اللي قاعد يصير يقدم شيء مختلف عن كل لعيبة الدوري الموجودين في السعودية فعلا اضافة حقيقية ليس للشباب فقط ولكن لكل محبي متعة كرة القدم في المملكة العربية السعودية